فقرة ترند أول ترند ويانا راح نحكي لكم قصة حمد حمد اللي خلال هاليومين صار ترند على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية خلينا نعرف منه هو حمد حمد حب وحدة من العمارة وقبل اللي يحب عيب هو ابن عمها طبعا يصير وانفضحه بالديرة التفقت هي ويا ينهزمون البغداد ويزوجون هي انهزمت وهو خذلها بقى بالديرة اتزوج من القرية وهي ويبقت ببغداد بعد ما حتقدر ترجع لأهلها ومره ركبت قطار ومرت من العمارة من يم القرية والشاعر اللي كان قاعد يمها هو مظفر النواب والتقى بيها بالقطار وحشت ويا قصتها وراها قامت تكتب للحمد اللي يخذ لها حمد مر على ابوي وياك وحشي له حمد متعوبة بنتك هيج غني له حمد خويا إذا جاك وخذاك الريل حمد مر على ديرتنا حمد قلهم جرع نظيم بالبلوانة حمد قلهم وكتنا هواي وازانة حمد قلهم الغربة عيونة بتشته حمد مر بربعنا وياك أخاف لا نسوها شلول لمتنا حمد قلهم لا أبد ما نسيناهم حمد قلهم يعيشوا يا نطرواهم حمد قلهم أبد ما هانت على الروح عشرتنا حمد بيتين لهم ذني تقراهن هلي ولا طارش منكم نشد علي هلي كطوف الجقاير زنجرة سني طبعا حمد دق دق ما حلوة هاي بتعمه لو بحث ثاني شلون وننتقل وياكم لترند الثاني كاميرات الجيران رصدت هذا الرجل جلب بالول لأطفاله كانوا يلعبون بها لكن للأسف فلتت من يداه وطارت بالهواء نظرات الأب المؤلمة المؤلمة فيها ألف كلمة وعدت أطفالي بها والآن سأدخل بدون هذه اللعبة طبعا الأم أو الأب من يوعدون بأطفالهم بأي شيء طبعا لازم ينبذون الوعد لأن بالرهاية أنه الطفل بعد ما راح يثق بالوعد اللي حتوه وكانت طبعا نظرة الأب جدا جدا معلمة خلينا نشوف المقطع ونشوف نظرات الأب ترجمة نانسي قنقر طبعا كانت نظرات الأب جدا معلمة كل شي خطيئة يعني هو طول النهار طالع ويشتغل ويتعب على مود يخلي أبناء يوصلون للفد مرحلة كل شي حلوة اللي كل أم وأب يتمنوها والله يعين الأبهات وإن شاء الله يعوضهم بشي أحلى من هذا ننتقل حاليا إلى أخبار الفن أول خبر ويانا دينا سمير غانم تهنئ درة بعيد ميلادها حرصت الفنانة دينا سمير غانم على تهنئة الفنانة التونسية درة زورق بعيد ميلادها ونشرت دنيا صورة لدرة على خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي بموقع الإنستجرام وكتبت عليها كل سنة وأنت طيبة وشيك وجميلة من قوة ومن برة ومن ناحية أخرى يعرض لدرة حاليا فيلم الكاهن بالسينمات وهو من بطولة آياد نصار محمود حميد أحسين فهمي فتحي عبد الوهاب جمال سليمان حنان سلمان أحمد هواء السليم وفاطمة كمال وعدد من الفنانين الفيلم من تأليف محمد ناير ومن اخراج إثمان أبولين طبعا نقول للفنانة درة كل عام وانت بألف خير ويا رب تحقيق الأماني ومن نجاح لنجاح ننتقل للخبر الثاني حقيقة وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر اليوم انتشر خبر وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر عن عمر يناهز 65 عاما كثرة في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية مما أثار جدلا واسعا بين النشطاء وسط تساؤل كبير عن حقيقة تلك الأنباء ونفت وسال الأعلام العراقية فنية كافة الأنباء المتداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاة الفنان كاظم الساهر مشير إلى أن الذي توفى شقيقه الأكبر جبار إبراهيم السام الرائي قبل حوالي أسبوعين في العراق يذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر مواليد الموصل في العراق يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية حيث يعرف عنه بأنه لحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأغاني القليلة التي استعام فيها بملحنين آخرين له القاب عديدة له سفير الأغنية العراقية وقيصل الأغنية العربية الذي منحه إياها الشعر السوري الراحل نزار قباني طبعا نقول البقاء بحياة الفنان كاظم الساهر وإن شاء الله إلى العمر الطويل